الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى ما هي صلاة التراويح وما هي صلاة الوتر صلاة التراويح يقول العلماء هي عشرون ركعة تصلى في رمضان يبدأ ذلك من أول ليلة من ليالي رمضان وإن شاء الشخص أن يصلي أقل من عشرين ركعة ينوي قيام رمضان لو صلى ركعتين له ذلك بعد صلاة العشاء وتصلى فرادا أو جماعة إن كان في المسجد أو إن كان في البيت كل ذلك يصح الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ركعتين فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بركعة وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر يعني الشخص إذا صلى مئة ركعة يريد القيامة يريد التهجد بعد أن نام يريد قيام الليل إن كان في رمضان أو في غير رمضان له ذلك وإذا أراد أن يصلي الوتر أقل الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات وعند غيرهم كالشافعية ولو ركعة واحدة تحسب له من الوتر إن شاء صلى هذه الركعات الثلاث متصلة يعني يتشاهد بعد أن يصلي في الركعة الثانية يتشاهد التشاهد الأول ثم يصلي ثالثة متصلة ثم بعد التشاهد يسلم وإن شاء صلى ركعتين مقدمة الوتر ثم أوتر بعد ذلك بركعة يعني إذا أراد الشخص أن يصلي الوتر أكثر من ثلاث ركعات مثلا يقول أصلي مقدمة الوتر ركعتين أصلي مقدمة الوتر ثم في الأخير يختم بركعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة يعني إذا ختمت هذا الوتر بركعة لأن الوتر يكون العدد فيه مفردا إذا ختمت بركعة لا تصلي وترا آخر في نفس الليلة لكن لك أن تصلي من قيام الليل من قيام رمضان لو كنت أوترت بركعة وهذه التراويح من النوافل والوتر من النوافل انظروا لو كان رمضان ثلاثين يوما وصلى الشخص كل يوم التراويح أشرين ركعة والوتر ثلاث ركعات كم يكون المجموع يكون مجموع ما صلى هذا الشخص في كل ليالي رمضان إذا كانت أشرين ركعة صلى في ثلاثين ستمائة والوتر إذا صلى ثلاثا يكون المجموع ستمائة وتسعين ركعة في كل ليالي رمضان إن فعل ذلك ولم يترك ولا ليلة لكن إن حضر مجلس علم واحد لأهل السنة والجماعة ولو كان في هذا المجلس في باب السواك أو باب الآنية أو باب الوضوء أو باب الصلاة أو باب الحج أو باب الزكاة أو غير ذلك من أبواب الفقه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة في كل ليالي رمضان لو صلى التراويح عشرين والوتر ثلاث ركعات يكون المجموع ستمائة وتسعين وإن حضر مجلس علم لله تعالى عند أهل السنة والجماعة خير لهم أن يصلي ألف ركعة من النوافل فكروا وعملوا واحضروا مجالس أهل السنة والجماعة لتفوزوا بإذن الله تعالى بالثواب العظيم وبارك الله فيكم